نرحب بالخطوات التي أعلنت عنها إسرائيل بشأن فتح معابر جديدة والتوجه الشحنات مباشرة من مناء أسدود وزيادة المسار من الأردن هذا تطور إيجابي لكن الاختبار الحقيقي هو النتائج وهذا ما نتطلع لرؤيته خلال الأيام والأسابيع المقبلة وهو وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجونها في جميع أنحاء غزة وحل المشكلات التي تتعلق بعنق الزجاجة والتأخير عند المعابر هل لدينا نظام أفضل لتقليل المخاطر التي تواجه عمال المساعدات وللتنسيق معهم حتى يركزوا على تسليم المساعدات وإنجاز ذلك بأمن وسلامة كل هذه الأمور مهمة ويجب قياسها بالنتائج